امس انت ذكرت كمان في النقطة التكتكية ناحية الشمال ناحية حكيمي انه تقلق فتوح وتقلق مرموش وعايزك تزود من البيت شهاية لو انت هتتفق معايا الدور اللي عمله ايمن اشرف اه طبعا يعني بعيدا عن ضربة الجزاء اللي كلها اتفاقنا انه ما كانتش مفهود تتعاملوا خطأ فادح لأيمن اشرف بس الناس قالت انه ايمن اشرف ما كانتش مفهود يلعب عشان ضربة الجزاء بس ما تكلموش بعد كده عمل ايه فنية انا لسه كنت بقول لك الادوار العظيمة اللي عملها السلاسي اللي في خط الوسط وكان منهم ايمن اشرف ايمن اشرف احيانا بيعيبه لبعض البطء ولكن ايمن اشرف لعب زكي لعب زكي بيعرف يتغلب عن النقطة دي بشكل كويس هو كان يحسب عليه التهور اللي عمله في الوقت الاشرف حكيمي ولكن قلت لك الادوار اللي عملها السلاسي في وسط الملعب ان انت تمنع سليم املاح وصفيان بوفال عام 2021 اكتر من روغ في الدوريات الخمسة الكبرى 2021 سوفيان بوفال واحد من افضل لعب الدورة انت نهيد دوره تماما ورغم اللي انا بقوله ده واحد خلوله زيتش ساعدنا بشكل كبير جدا لما خرج سوفيان بوفال في نهاية قبل نهاية الشط احنا سقفناك انها بقول لو انت بتعمل ايه بس يلا تمام ولما لعبت باتنين فراد زكريا بخلال وياسق رايان ماي انت طب الاتنين دول مين اللي حلعب لهم كور مين اللي حيوجد لهم الحلول فانت كده فعلا انت عملت مباراة عظيمة جدا قصاد المغرب من كفة الاوج صح واحد خلوله زيتش وقفوا اخطاء المغرب ما ظهرش بالشكل اللي كان ظهر به في المباراة السابقة ولكن انت كمان كان لك الافضلية في امور كتير جدا